مصر للسائرات والذي ينظمه الاتحاد المصري لسائرات والكارتنج بالمشاركة مع نادي سائرات المصري يشهد اليوم الثاني للسباق لانطلاق من مدينة الجونة الى وادي قنة داخل الصحراء الشرقية لمسافة 160 كم قبل ان تبدأ السائرات رحلة العودة الى الجونة في اليوم الثالث التفاصيل والتقرير التالي في جو رائع بدأت فعليات رالي كأس مصر 2010 المقام في مدينة الجونة على ساحل البحر الاحمر في الفترة من الخامس وحتى السابع من مارس الحالي والذي تمر مراحله داخل صحراء مصر الشرقية وتنتهي عند نقطة البداية في الجونة احنا عندنا 15 عربية متسابقة و3 ريد ده اكبر اشتراك مصري في تاريخ الرالي في مصر والنهاردة كان فيه السباق الاستعراضي والحمد لله عده بسلام وتم بخير مع اليوم الاول بدأ المتسابقون جولة استعراضية للسيارات لتحديد المراكز التي سيبدأ منها المتسابقون سباقهم داخل الصحراء اول مرة اخش سباق كصخور والعملية مش سهلة اطلاقا لكن النهارة في الاستعراضية كلها مطابات بسوط جدا ان السباق هنا في الجونة كان عندنا الحمد لله جمهور كبير التراك حلو احنا متعودين دايما ان كل السباقات بتاعتنا زي كاس مصر اللي فات زي تحدي الصحراء زي رالي فرعنا عادة بيبقى في الصحراء الغربية احنا اول مرة اللي لاقي نفسنا في الصحراء الشرقية حاجة جديدة بالنسبة لنا كلنا اخر مرة كان حصل سباق في الصحراء الشرقية كان يمكن من 15 سنة على الرغم من وعورة المناطق التي يمر بها السباق في الصحراء الا انها لم تمنع المتسابقين من المشاركة ومن امالهم في اكمال السباق الى خط النهاية ومحاولة تحقيق مراكز متقدمة مازلنا مع عالم الصرعة حيث تمكن النرويجي بيتر سولبرغ من الفوض